السلام عليكم شبه معكم داستنجر اول جهدي رجعتكم في فيديو جديد هذا الفيديو ستكلم معكم عن الشخصية رقم 28 هامند او ملقب بهاامند بس هو اسمه راكينبول حلو؟ مو وركينبول لا يا حبيبي اسمه راكينبول الو ما تنطق حلو؟ لان نتذكر هاتا ايام متكلم عن سولجر يقول لي اخي جهد اسم سوليدر يا حبيبي اسمه سولجر المهم ندخل في نص الموضوع هامند راح اشرح بالتفصيل راح اشرح بالتفصيل جميع حركاته وفي بعض الكمبوات اللي اكتشفت او عرفت يعني جربت وشفت واخر السؤال لاح يقول لي جهد روينا اسكنات روينا كيف الذهبي لحد الحيب ما نزل اي شي فيه فما اقدر ارويك اي شي ولا حتى اي بوز ولا اي حاجة بس هذا الشيء الوحيد الموجود حلو؟ فخلني دخل في سب الموضوع اربيكم هامند او ركينبول واشرح لكم حركاته والكمباتل فيه بالتفصيل حلو؟ راح يكون الفيديو خفيف لطيف سريع ما راح يطول فيه اول شي راح يتكلم على برايماري فاير طبعا هام زي ما تشوف تانك برايماري فاير حقق قوة اقوة من ديبا واقوة من اوريسا هذا برايماري فاير وفي رينج يعني حتى من مسافه يمليك الدمج في قوة صحيح في فول دمج بس يعني شوف في دمج فيه دمج يا حبيبي برايماري فاير فيه دمج ممتاز حلو هذا الشي الأول الشي الثاني تقدر تخليه كورة وتتحرك في الماب هذا الحركة الثانية حقها طبعا إذا تحويت إلى هذا الشكل ما يملكي تدمج إلا إذا تستخدم الحبل وهذا الحبل أو قربل هوك رح نشرحها حين بالتبصيل حلوين المهم هذا شوفون كذا يتحرك جميل لطيف فيه عندنا له رايت كلك عندي بالماوس أقدر استخدم قربل هوك هذا يمكنني استخدم ثلاثة أشياء أخلي شخصية سريعة أو أركب أماكن عالية أو أسوي لكم بالخرافي مع الإسلام هذا رح أشرحهم بتفسير أو شي كيف نروح أماكن عالية مثلا إنجي هنا حطه فوق حلو وجيت إلى أماكن عالية هذا الشي الأول مرة سهل وبسيط ها حلوين منزل أحين أستخدمه بالسرعة مثلا جيت تستخدم شوف كيف الدماج مره واحدة المترجم بقية المترجم بقية المترجم بقية شفتم كيف داصار سريع ويطلع نورنا في ناري يدمج الحركة الثالثة تقدر تسوي هذا الحركة مثلا على الحافة تضربه فوق وتطلع أماكن عالية وتفقع ففي كومبوات مرة خرافية تقدر تسويه بهذه الشخصية الكمبو الأخير اللي راح أقولكم عنه تطير فوق في الجو وتنزل عليهم تطير فوق وإسلام هذا أقوى كومبو يمكن توقع في الدمج سوف توقفع سوف توقفع بكثير علي الواحد اوه السيد Rouge المنظر ما تضغط طيب وصلني 1000 خلا حاني شوف اطلع لا لا اطلع الاخير اللي داخل اوه صار تمام مئة ما حسب اتوقع لازم يكونون منك مرة قريبة حق يعطيك شيلد عالي اي ان كل ما يقرب الشخص اللي قدامك اول عدو يزيد الشيلد حقك يعني مثل تدخل على الستة راح يعطيك 1000 كاملة ما توقع انا راح يعطيك اكثر من 1000 الماكسيمم 1000 حلو خلنا نستنى هذا واحد حلو حلو هذا الثاني ثم مئة لحسي الرينج ابو قلب دقيقة حل نجرب بشارة خليني يوقف في هذا الزاوية حيث ان هذا جنبي هذا جنبي اوه اوه اشيخ خليه رسما خليني شوف كم راح يعطيني انا وصلت على شيء 1000 مثل ما قلتو لكم يلا رسما ايوه شوف ال الف اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة